سؤال رقم 11 في سؤال رقم 11 طلب منك حساب الجهد المرجعي V- أي الجهد بين طرفين المقاومة 2R أولا نلاحظ كيف يسير الطيار ينطلق الطيار من مصدر VCC ثم يمر عبر مقاومة R وعندما يصل إلى هذه النقطة نلاحظ أن هنا تفرع تعلمون أن للمقارن مقاومة كبيرة في مدخليه وبالتالي الطيار لا يمر من هذا الفرع لأن المقاومة كبيرة جدا وبالتالي الطيار يختار المسلك السهل أن يمر عبر 2R فهنا نلاحظ أن R و 2R أصبحت مربوطتين على تسلسل ونستطيع تطبيق القانون قاسم الجهد الذي نطبقه على المقاومات المربوطة على تسلسل وهو نسقا قاسم الجهد هو مقاومة المعنية وهي 2R تقسيم مجموعة المقاومات في كل هذا الفرع أي مقاومة المكافئة أي كل في الجهد أي كل وبالتالي في ناقس يساوي المقاومة المعنية 2R على مجموعة المقاومات في هذا الفرع الكل في VCC ويساوي 2R على 3R VCC الـ R تختزل مع R ويساوي 2 على 3 VCC ويساوي 8V سؤال رقم 12 سؤال رقم 12 طلب منكم حساب قيمة المقاومة المتغيرة B في دارة المؤجلة باستخدام خلية RC أولا نبدأ بقانون زمن تأجيل ويساوي ثابت طو في لن VFinal ناقص في إنيسيال على VFinal ناقص في سيليتي ومطلوب منه أن نبحث عن هذه القيام نبدأ في طو عند غلق الملمس X تشحن مكاثفة عبر مقاومة P و R2 موصولاتين على تسلسل وثابت شحن طو يساوي مقاومة المكافئة في ساعة المكاثفة المكافئة ويساوي P زيد R2 أما بنسبة VFinal يقول جهد بين الطرف المكاثفة أثناء الشحن إلى مصدر الجهد وبالتالي VFinal يقول إلى VCC ويساوي VCC أما VInitial هي لحظة غلق الملمس X يكون جهد مكاثفة يساوي 0 إذن VInitial يساوي 0V ينتهي زمن تأجيل لما يصبح جهد المكاثفة يساوي V ناقص إذن VC-LT يساوي 8V أينما يتتغير حالة المخرج وبالتالي تساوي T2 P زيد R2 في سيلن VCC على VCC ناقص V هذا أول شيء دائما نبدأ به دائما نستخرج عبارة زمن تأجيل وبعدها نستخرج عبارة المجهول با استخرج عبارة المجهول مقام المتغيرة P مباشرة P يساوي P يساوي يساوي T2 على سيلن VCC على VCC ناقص V ناقص الكل ناقص R2 وعند تطبيق العدد تساوي يساوي 8200 أوم ويساوي 8.2 كيلو أوم بهذا الشكل أريدكم أن تجيبوا بهذه الطريقة نبدأ بعبارة تأجيل ثم نستخرج عبارة المجهول ثم تطبيق العدد سؤال رقم 13 سؤال رقم 13 طلب منك استنتاج قيمة مقاومة أريل من الجدول أولا المراحل كهرومغناطيسي الذي أعطي لنا ذو مرجع HB1 12 وهذه أهم حاجة ثم نبحث في جدول خصائص مراحلات عن مراحل ذو مرجع HB1 12 نلاحظ أن هذا هو المراحل ومقاومته الداخلية تساوي 400 أوم إذن أريل تساوي 400 أوم سؤال 14 طلب مننا حساب شدة تيار EL بهذه الحالة ما الذي نفعله تلاحظون هذه الدارة نبسطها إلى دارة مغلقة تصبح بهذا الشكل حيث قطب الموجب هو VCC قطب السلب هو GND من بعد القطب الموجب كما تلاحظ VCC نذهب إلى مقاومة الوشعة لذلك نرسم الوشعة وبعد الوشعة يأتي مجمع المقحل أي كولكتور بهذا الشكل هنا نلاحظ أن الدارة أصبحت دارة بسيطة ونطبق فيها قانون العروات السؤال المطلوب هو حساب التيار EL أولا نبدأ بقانون العروات من عروة A لدينا مجموع الجهود في دارة مغلقة يساوي السفر وبالتالي VCU ساتوري زائد VRL لأنها في نفس الاتجاه العروة ناقص VCC لأنها عكس الاتجاه العروة إذن VRL يساوي VCC ناقص VCU ساتوري ونعلم VRL بقانون تساوي التيار الذي يشتازها في مقاومتها الداخلية إذن تساوي EL VRL وتساوي VCC ناقص VCU ساتوري وفي هذه الحالة EL يساوي VCC ناقص VCU وبعد التعويض نجد القيمة أنها تساوي 0.29 أمبر السؤال لماذا وضعت هنا VCU ساتوري لكي يمر التيار يجب أن يكون المقحل في حالة التشابع لذلك كتبت VCU ساتوري حذاري تكتبها VCU بلوك لأنه مانع والتيار EL في هذه الحالة يساوي 0 أمبر موسيقى موسيقى